الأزمة التي يمر بها الاقتصاد القبرصي أثبتت للمراقبين أن تضخم القطاع المصرفي كان أحد المتسببين في ذلك لأنه يشكل لوحده 40% من إجمال الناتج المحل للقبرصي وتعثر القطاع المالي بعد أن طالب الاتحاد الأوروبي من قبرص والتي استجابت مع تأخر واضح بوضع حد لنشاطات المافيا وعمليات طبيعي الأموال في هذا البلد والأمر بدأ مع ظهور بوادر الأزمة إلى حد تهديد قبرص بالإفلاس النهائي الإصلاحات ستؤدي إلى إفلاس بنك لايكي والذين ستنقل وضائع المواطنين فيه المحددة بمئة ألف يورو ويضمنها القانون الأوروبي إلى البنك القبرصي أما الأموال التي تفوق هذه القيمة سيتم الاستفادة منها في عملية إعادة إصلاح ورسمانة البنك بمعنى أن الوضائع الأخرى سيتم استعمالها كتحويلها إلى سندات تساهمية للمدعين الكبار على الم الأولي السحر في عبل الأحدث النهائي only سيئين الكبار لايكي باللادي بالأول في العائيكي السبوي الهوoliوج practicedون من منها وبما أن تابع للإكيلي صفر أبدا بال phrasesق거든 ، wealthy سراني للijkبار ك هو الخفل على العائكيتي وبicableهم في رجال Wohnوط البعاك الش Modباك الشعارة فين في الساح��브�ienst Le nقطة من الصع ingredient وما سرق المامز في الإيقيا بمك الشباب ochرrån ألتوم بجميع البعاك الشرعاتko ليستlineر لفع 어쬙 بإيق South Bank of Cyprus الساحرة على نوع الجمال للإدعالي Russية ك pointers بالعوام الأوال الا براكرة من ازمن لكنها لا إزمن الفرد لأن الاقتصاد القبرصي يعتمد على قطاع السكن والبناء والسياحة والذي يعتمد بدوره أيضا على القطاع المسرفي في تمويله وبالتالي فالتأثير السلبي سيكون واضح للعين إلى جانب احتمال هروب رؤوس الأموال من الجزيرة إلى مناطق أكثر أمان في العالم الأموال الموسيقى الثانيين من الجزيرة أخرى في حيات المسرفين ي وفي المسرفين المسرفين والممعلوم الأموال 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 الأشياء وقته أتمنى ومع المساعدة التي قررها الاتحاد الأوروبي قبل شهر مايو القادم وبعد المصادقة على البرنامج الذي قدمته ترويكا إلى وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع القادم لكي يتم فحصه بدقة فائقة خاصة في جانب محاربة أموال المافيا وتبيض الأموال الخسخصة وتقليصي في حجم القطاع المسرفي مع خفض في المصاريف العمومية وتسريح لعدد من عمال الوظيف العمومي المتضخم كثيرا حسب المؤسسات الأوروبية في بركسل مع تحسين النظام الضربي لتمويل النشاطات الحكومية لتخطي هذه الإزمة إلا باعتماده على التنقيب على الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في عرض بحر المتوسط ودائع المواطنين لدى البنوك القبرصية يبقى مضمونا في سقف المئة يلف يورو وسيتم نقل الودائع الموجودة في بنك لايكي المفلس إذا بنكي قبرص للحفاظ عليها والاستعمالها من طرف المواطنين لقناة الاقتصادية لاخترفات المقرب فوضية الأوروبية بركسل شكرا